كما نوها مدبولي إلى قرار إرجاء أي زيادة في الكهرباء لمدة ستة أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة موضحا أن تكلفة هذا الإرجاء تحمل الدولة نحو عشرة مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر